السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال برك الله فيكم وشكرا جزيل لكم على متابعة كل الفيديوهات اللي نحطها والحضور بتاعكم القوي في اللي التواعي اللي نحطها لكم اعطكم الصحة ربي خليكم ان شاء الله راح نحط لكم اه جبت لكم واحد البيان من وزارة النقل الى السيد وزير النقل عيسى بكاي اليوم قام السيد وزير النقل عيسى بكاي اليوم الاحد واحد وعشرين نوفمبر الفين وواحد وعشرين ابتداء من الساعة السادسة ونصف مساء بزيارة مفاجئة يعني فجائية الى مطار الجزائر الدولي حيث تفقد السيد الوزير على مدار ساعة ونصف ظروف استقبال المسافرين وفدين من مختلف الوجهات الدولية وعلى مستوى جميع مرافق المطار من نقاط الرقابة على وثائق السفر ومعالجة الامتعة والقاعات المخصصة لاجراء اختبار كوفيد تسعة عشر التشخيصي في هذا الصدد دعا السيد الوزير القائمين على تسيير المطار ومختلف المصالح الامنية الى تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية لراحة المسافرين وسلامتهم مع التأكيد على ضرورة الاحترام الصارم لجميع الاجراءات المحددة في البروتوكول الصحي في سياق متصل اكد السيد الوزير ان المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي تعتبر مكسب هام ووجب الحفاظ عليها عن طريق صيانة تجزادها واستغلالها بشكل امثل لضمان راحة المسافرين وجعلها همزة توصل بين القرى الافريقية ومختلف العواصم العالمية وسيقوم السيد الوزير بتكثيف مثل هذه الخارجات التفقدية الفجائية الى مختلف المؤسسات والمنشآت القطاعية للوقوف على سيرورة عملها وتقديم ادائها يعني هذا الوزير يمكننا في غيتي اراه قايم بالمهمة تاعوا روسعة سعاوي دير خارجة فجائية كيما هكذا والمسيرين جزائريين تواعنا لازم لهم خارجات كيما هكذا سينومي سيقموش روحة بارك الله فيكم وبرك الله في السيد الوزير انتمنالكم ان شاء الله لعنا الى سعيدة والى اللقاء السلام عليكم شكرا